طيب جزئية أخيرة قبل مطلع فاصل عايز أتكلم فيها وهي غاية في الأهمية وفيما يتعلق بأحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صابق خلاص بعد انتهاء مباراة الأمس وأنا تحديدا عايز أتكلم على الاحترافية الاحترافية اللي اشتغل بها النادي الأهلي مع اللاعب أنا كنادي أهلي جيت تفاوضت مع أحمد فتحي أحمد فتحي الرجل فكر خد قرار مختلف عايز تمشي بالأهلي أوكي ما فيش أي مشكلة لكن في نفس الوقت احنا بنحترم يكون قدرك في نفس الوقت في عقد موجود انت ملتزم بيه وإحنا ملتزمين بيه وفي احترام متبادل في العلاقة حتى آخر ثانية في انتهاءها وده اللي حصل وده إن ده اللي يدل على الاحترافية الكاملة من قبل النادي الأهلي في التعامل مع اللاعبين حتى لو كانت رغبة لعيب انت عارفها وهو أعلنها وقالها من بدري إنه ماشي فالأهلي طبعا ما بيقفش على حد لا أحمد فتحي ولا أي لعيب في تاريخ النادي الأهلي يقدر النادي يقف عليه خالص خالص يعني فأحمد فتحي نجمي كبير من نجوم النادي الأهلي قد كل ما يملك للنادي وكان عنده روح كبيرة جدا في الملعب لحد آخر لحظة داخل القلعة الحمراء فبرضه عشان ما نبخص أحمد فتحي حقه أحمد فتحي كمان لازم نحييه ونقضره لأنه هو كمان بصراحة اشتغل بمنطقة الاحترافية مع النادي الأهلي الأمر ده برضه بصراحة مش هتشوفه غير في النادي الأهلي لأن الأهلي أو في بعض الأندية كمان اللي ممكن يكون اللي عارفين اللعب خلاص ماشي وقال إنه ماشي يقعدوا بقى على الدكة يركنوا ما يستفدوش منه لا الاحترافية بتقول إنك تستفاد من اللعب حتى لو هو ماشي لحد آخر لحظة لي في مشواره مع الفريق عايزة أزود على الجزئية دي حاجة مهمة جدا إن الأهلي التزم مع أحمد فتحي بكل مستحقاته المادية من إمتى؟ يعني بعد ما أحمد فتحي أعلن هو ماشي بالنادي الأهلي كان واخد كل مستحقاته المادية من قبل النادي ومالوش جنيه عند النادي الأهلي ورغم ذلك أحمد فتحي كمان نكمل مع الفريق لحد نهاية مشواره وفيحنا عايزين نشكر أحمد فتحي كل الشكر والتحية على مشواره الرائع مع النادي الأهلي ونتمنى له دايما كل التوفيق فيما هو قادم بالنسبة له من تحديات خليني نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل تفاصيل حالات النهار ترجمة نانسي قنقر